مغامرة وضع فيها حياته على كفه تلك التي قادت الصحفية الألماني يورجين تودين هوفر إلى معاقل داعش زار خلال الرحلة الرقة ودير الزور في سوريا وأيضا الموصل في العراق أين نجح في زيارة المسجد الذي قام فيه زعيم داعش أبو بكر البغدادي بإطلالته الوحيدة هناك أيضا عاين حياة الرعب التي يعيشها من تبقى في المدينة التي تم ترد 130 ألف مسيحي منها وفر منها الشيعة سأل المؤلف أحد مقاتل داعش عن الكيفية التي سيطروا بها على المدينة في أربعة أيام وبثلاثمائة مقاتل فقط فرد عليه بالقول أن كل ما قام به ومهاجمة الخطوط الأمامية للقوات العراقية التي كان قوامها 20 ألف جندي بالعمليات الانتحارية ففر الباقي لأنهم يقاتلون من أجل المال فيما يقاتل داعش من أجل الله كان يورغين قد حصل على موافقة قيادات داعش للقيام بعمله وحصل على تصريح صعوفي يحمل ختم الخليفة البغدادي ويحمل اسم كتاب أمان وروا يورغين كيف أنه التقى معتقالين كانوا ينفون أنهم تعرضوا للتعذيب وهو ما وجده صعبا للتصديق وأنه عاين انظم مما لا يقل عن خمسين مجندا للتنظيم كل يوم وأن بعضهم من الخارجين الجدد بشهادات عليا رفضوا عقود عمل مجزية فقط من أجل القتال إلى جانب داعش بل أن بعضهم جاء حتى من نيوجيرسي وقال أنه التقى مقاتلا سمينا كان يضطر إلى تفخيخ نفسه كلما شارك في قتال فقط حتى يستطيع تفجير نفسه بدلا من أن يقع فريسة الاعتقال السهل لأنه ضخم الجثة من المقاتلين الذين التقاهم أيضا أطفال صغار مسلحون منهم من أبلغه أنه شارك في القتال وكذلك مقاتل ألماني توعد أوروبا والولايات المتحدة بالغزو يوما و وأبلغ أحدهم يورجن عندما سأله عن الشيعة أنه مهما كان عددهم 150 مليون 200 مليون أو 500 مليون نسمة فأنه سيتم قتلهم عن بكرة أبيهم أما بشأن سبيل الفتيات والقتل فقد قال له أعضاء من داعش إن الكفار فقط هم من لا يصدقون أن هناك استرقاقا وعبودية في أوساط المسيحيين واليهود مستشهدين بنساء تم أجبارهن على الدعارة وقالوا أن الاستعبادة هو مساعدة كبيرة لهم وأنهم سيستمرون فيها وفي عمليات قطع الرؤوس قائلين أن الكثير من العبيد وممن تم سبيهن اعتنقوا الإسلام وبالتالي تم تحليرهم واعتبر يورجن داعش أخطر بكثير مما يعتقده زعماء العالم قائلا أن التنظيمة يستعد لتنفيذ أكبر حملة تطهير ديني يشهدها العالم في تاريخه نحن تشاق العوالي نحن فرسان الحياة